معي الكابتن حاتم الروشدي الكابتن يعطيك العافية الله يعافيك يا حبيبي مبارك هذا الفوز أربع هداف نظيفة الله يبارك فيك أكيد الجمهير راضي جمهير الفيصلي اللي ذواق دائما جمهير الفيصلي دائما ما تطلب أداء مع نتيج طبيعي هذا الشي أول شي قبل كل شي في أيام هذه أيام حزينة على الأوضاع اللي تصير بغزة نتمنى ربنا يكون معهم وإحنا معهم قلبا وقالبا وربنا يسهل عليهم يا رب إن شاء الله ويكون النصر حليفهم بإذن الله ثانيا إحنا نحاول نفرح جمهور النادي الفيصلي إحنا عارفين إن كانت لنا كبول فترة الماضية ممكن النتائج والأداء ما ساعدنا الفترة الماضية نحاول نحسن من أوضاعنا بطبيعة الحال جمهور الفيصلي هو السند الأول لنا إحنا نقدر زعلهم الفترة الماضية وبإذن الله إحنا نحاول دائما إننا نقدم الأفضل على أساس أن نرضيهم ونرجع للنتائج الإيجابية بعون الله وبعض يقول الجماهير أنه اليوم أداء الفيصلي اختلف عن الأهلي اختلف أمام الأهلي طبيعة الحال طبيعة الحال هي من بعد كأداء فني طبيعة الحال هي من بعد مثل ما نقول الأداء اللي ظهرنا فيه خلال الفترة الماضية حاولنا أن نحسن من أدائنا المباراة الماضية كانت هي بعد الخسارة شوي مثل ما نقول الثقيلة كانت علينا وعلى الكل بطبيعة الحال هي كبوت جواد مثل ما نقول حاولنا أن نعود الفترة الماضية وخصوصاً المباراة الماضية حققنا الأهم الثلاث نقاط ممكن كان الأداء ما اللي نطمح له لكن هذه المباراة كانت أفضل بكثير الحمد لله حققنا نتيجة إيجابية مع أداء ممتاز بإذن الله نحاول ننطور من أنفسنا نحاول نقدم أداء إيجابية وبإذن الله نحاول الفترة الجاية مباراة الجاية نطلع من نتائج إيجابية على أساس نسعد الجماهير وهذا أهم شيء مرتاح أنت؟ أكيد حبيبي نأخذ الكابتان وبراء مرعي الحمد لله على سلامتك هذا أولا مبارك لكم هذا الفوز قبل لقاء السد القطري يوم الاثنين أول شيء حمد لله بالأول شيء تعرف بالأيام هاي نحن نحكي لأخواننا في غزة الله يخفف عنهم ونحن دائما معهم ونتمنى أن أمورهم تصير أحسن الله أمين والله يرحم شهدائهم نحن دائما متابعين معهم بس أكيد يعني هدفنا أن نساعد وهذا لكن ما في باليد حيلة بالدعاء بالدعاء طبعا نحن معهم في الدعاء قالبا وقالبا وهم أكيد يعني هم شعبنا مش لا شعب ثاني ولا إيش دائما الأردن وفلسطين هم بالنسبة لنا شعب واحد فالله يخفف عنهم وبالنسبة للمباراة أول شيء حمد لله يمكن فوز مهم بنتيجة مهمة معنوية قبل المباراة السد تعرف إحنا يمكن كان عنا جهاز فني جديد ما كان الوقت يمكن عشان هيك يمكن شفت اليوم الأداء أحسن قاعدين منواخذ الخطط صعدي شوي 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 تدريجي أكيد يعني مباراة السد هي مهمة احنا طوينا صفحة الجليل معنا اليوم وبكرا ننبسط لكن بعد هيك عنا تحضير الأمبارات السد تعرف إحنا مباراة السد خسرنا خسارة ما بتليق باسم الفيصلي وأكيد منعتذر من جمهورنا على الخسارة لأنه هذا الأداء اللي كان ما بيمثلنا إحنا كنادي فيصلي وإن شاء الله أنه منحتاجهم عزمين عزمين بإذن الله بإذن الله ليكون ردة فعل وبإذن الله الردة ما راح تكون إلا بوجود جمهورنا إن شاء الله في الملعب يمكن شفت الملعب فاضي حقهم إحنا أكيد يعني هي الظروف المحيطة أكيد هي الظروف لكن هم برضو في العتب عقد المحبة الجمهور عتبان علينا وهذا حقهم لأنه بالنهاية إحنا بس نفوز بكونوا معنا وبرفعونا إن شاء الله أكثر واحد سجل في الجليل كابتان أحمد هايل كم قول ثلث أهداف ما شاء الله أكيد يعني الكابتان أحمد هو كان معنا إحنا عشرنا كلاعب من الشخصيات صراحة راقية المحترمة جدا في الكرة الأردنية قدم للكرة الأردنية كلاعب للمنتخب الوطني الكثير والآن كمدرب إن شاء الله منتمنى للتوفيق أكيد يعطيك يعطيك لاعب كابتان يعطيك العافية